وقد عكست مداولاتنا أيضاً تقارب جهة النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث توفقنا على ضرور بزل كافة المساعي نحو تهديئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط فضلاً أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة مع الإنخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية السيدات والسادة ختاماً أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس على توجيه دعوة لي لزيارة دولة البوسنة والهرسك الصديقة وأعرف عن تطلع إلى تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة لمواصلة العمل على ترفيع العلاقات بين البلدين كما أجد الترحيبي بفخامة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في مصر متمنياً أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر